تحت شعار للأرض قيمة حقيقية استثمرها تحتفل الكويت باليوم العالمي للتصحر والجفاف مؤكدة التزامها الدائم بالمعاهدات الدولية عبر تنظيم الأنشطة البيئية المتعددة والمشاركة السنوية بالمؤتمرات الخارجية النقاط الهامة اللي أحب أشير عليها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الصحر أن هناك إنجاز تاريخي لدولة الكويت في قضية مكافحة التصحر صدور قرار الأمم المتحدة بتاريخ 15 ستمبر 2017 بخصوص إدارة العواصف الرملية والغبارية هذا القرار تبنته دولة الكويت وصوت لصالح هذا القرار كل جميع الدول الأطراف وعدتها نقص الأطراف الاتفاقية 196 دولة وضع خطة عمل تصل مدتها لعشر سنوات يتم من خلالها حصر ومتابعة بيانات تغرير الوطني كل عامين في جهود واقعية تبذل لمكافحة الجفاف والتصحر في البلاد الجمعية كان لها دراسات عميقة في المنطقة المنزوعة السلاح بين جمهورية العراق ودولة الكويت وبخصوص توثيق الحياة الفطرية النباتية والحيوانية وأيضا المعالم الأرضية تأجيل الرعاي بدان من السنة الحالية وحتى عام 2023 حل يرى من خلاله المختصون فرصة للتأهيل الذاتي للنباتات ذات القيمة الرعاوية لتلفزيون المجلس عبدالله العنزي ترجمة نانسي قنقر